الجائزة الكبرى للجيدو جولة تزاقرب 2023 المصارع ديريس مسعود وزن 73 كيلوغرام يحرز الفدية وهذا بعد الانهزام في الدور النهائي أمام الإسباني خارخي كانو جارسيا بحركة إيبون وكان مسعود ديريس قد فاز على كل من ما سيرويف من لاتفيا في الدور الثاني يانيس هاشمي من كاندا في الدور الثالث والتركي ديميريل في الدور الربع النهائي وفي النصف النهائي فاز بحركة إيبون عالمية أمام الكوسوفي عقيل وجاكوفا وتعتبر هذه نتيجة ممتازة بالمصارع الجزائري مسعود ديريس التي من خلالها سيحصل على عدد وفير من النقاط في التصنيف الأولومبي ترجمة نانسي قنقر